تتواصل في عدد من البلديات فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية حيث نظمت وحدة التفتيش التربوي بمراقبة التعليم صبراطة احتفالية بهذه المناسبة تضمنت فقرات متنوعة تمثلت في محادثة للطلاب باللغة العربية وفقرات شعرية وقصائد باللغة العربية كما تضمنت ورقات عملية متخصصة في هذا المجال قررت هذه الاحتفالية أو اللغة العربية في سنة 1973 في منظمة الأمم المتحدة واعتبرت من ضمن اللغات الحية من ضمن اللغات التي يجب أن تداول بها في كل بقاء الأرض عدد الناطقين بهذه اللغة تجاوز نصف مليار ناطق بهذه اللغة الاحتفالية تضمنت أيضا فقرات تراثية ولوحات فنية تجسد الاهتمام باللغة العربية وهي تحتفي بيومها العالمي كلية التربية ببراك الشاطئ كانت هي الأخرى حاضرة في الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية وذلك من خلال تنظيم ورشة عمل حول أسباب ضعف الطلاب وعزوفهم عن أقسام اللغة العربية وضعفهم في القراءة والكتابة فنحاول من خلال المحاور التي وضعت لهذه الورشة أن نقف أو نضع الأصابع على النقاط التي توصلنا إلى معالجة النقاط بقدر ما نستطيع لمعالجة ضعف أبنائنا وتلميذنا في المراحل التعليم الأولى لأن أبنائنا إذا تعلموا اللغة العربية على أصولها قراءة وكتابة في الفصول الأولى من التعليم الأساسي فإنهم يستطيعون الانطلاق في المستقبل في الثانويات وفي الجامعات وفي المعاهد العليا هذه الفعاليات يهدف منظموها إلى التركيز على الجوانب التي تساعد في تطوير وتنشيط الطلاب في المراحل الدراسية وكذلك الخروج بتوصيات مهمة يتصدرها التركيز على معلم اللغة العربية حتى ينشأ جيل تربوي أكاديمي يسهم في رقي البلاد ترجمة نانسي قنقر